اذا مشاهده يشوف تيبيت تحياتي يباس وعن خلايكم تنعيكم انتم جدافة الاجواء السباحية في طبيعة الحال اذا النقاط السباحي واش قادر المنتخب المغربي يفوز الى كندا في اللقاء في طبيعة الحال المصير اللي غدي يجمعهم يوم الخميس ما كان هفو كندا رغبة انه غدي تقسام المنافسة ولكن المدرب الكندي خصو يمشي بوحي وجه اللي مشري في بلاده وعد صراحة اللي انه غدي اه يربح المنتخب المغربي في هاد المنافسة واخر منتخب الكندي كما نقول اينا ما غدي شي منافسة اذا غريد تكون عادي مباراة كوية بين بين كرواتيا و بجيكا طبيعة الحال من شنو هي التوقع اذا بالنسبة للمنتخب مغربي طبيعة الحال السنة خلا كل شيء يهدر عليه خلا يعني يخلق واحد مفاجأة كبيرة صراحة منتخب منتخب لكله المحترفين منتخب لغير المصار الكوراوي غير المصار الكوراوي طبعا حال المغربي المدرب المدرب الكفر اطار وطني المغاربة وفاجأ العالم المدرب حتى الآن فلاصفه مع المنتخب المغربي هو اول مدرب يعني يحرز على نقاط كأس العالم منذ سنوات عنده فرس الراسي خمسة مباراة ثلاثة ودية ومبارتين يعني رسميتين وحدة مع كرواتيا ووحدة مع بلجيكا كرواتيا بطبيعة الحال انتهت بالتعادل وبالجيكا كما يشفنا المغرب التخب الوطني المغربي انتصر بزوش السفر كما كان عرفو على الحاجة اللي مهمة جدا وهي كرواتيا كرواتيا وبيلجيكا كرواتيا هي وصيف بطل العلم وبيلجيكا بكلاسيا مراهة مباشرة يعني بتروازية هذه واحدة مسألة المهمة جدا نحط على الاعتبار بلجيكا 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 من المهمة كلاسي الدوزيام عالميا بلجيكا بلجيكا مرصحين بشأنها وصل بلجيكا 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 فهي مقابلة ونمغرب لانها مقابلة الكريم بهذا المنتخب بلجيكا تديكا بلجيكا ما نحن بجيكا نحتاج سعادة التوقعات كيقول لكيلا كان غيتها عادون يقدرون ندوزه كان ربحها ندوزه ولكن المنتخب المغربي يقدم الفورجة والفوز للشعب المغربي طبيعة الحال لكي ينتظر هذا التأهل بفارغ الصبر وطبيعة الحال لكي ندوزه الدورة 16 لكي ندوزه الدورة 1916 لكي ندوزه الدورة 1916 وان شاء الله يتوقع انه هذا العام المنتخب المغربي يخلق مفاجأة بحال المفاجأة اللي خلقها في المنتخب الفرنسي سنة 1998 كان يتوقع انه منتخب الفرنسي يديك اس لعالم وكان يتوقع انه منتخب الفرنسي ولكن من هذه السنة كما نقول احنا يتوقع انه منتخب الفرنسي يعني يقدر انه يدك اس لعالم طبيعة الحال لكي ندوزه الدورة 1916 وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله ومعلك تحيلة طيبة جدا